بعد ليلة انتخابية طويلة تركيا تستعد لإعادة الانتخابات الرئاسية لأول مرة بتاريخها منذ تأسيس الجمهورية شو يعني جولة إعادة؟ شو شروطة؟ إم تح تصير؟ كلها دا حنعرفه بأوريانت بودكاست لليوم أوريانت بودكاست نقترب أكثر من القصة لنرسم الحقيقة معاً لا أول مرة في تاريخ البلاد تركيا تستعد لهذه الجولة لتفاصيل أكثر رح نستضيف زميلنا الصحفي إبراهيم هايل من موقع أوريانت نت أهلا وسهلا فيك إبراهيم شكراً كتير الله يعافيك إبراهيم شو يعني جولة إعادة؟ كتير ناس عم تسأل شو يعني وشو شروطة؟ ديما بالنسبة لجولة الإعادة عادة تحصل بتعتمد للأنظمة الانتخابية ذات الأغلبية المطلقة بتركيا بتعتمد هذا النظام بعد التعديلات الدستورية لأجرتها الحكومة عام 2014 عادة تلجأ إلى نظام الجولة الثانية أو جولة الإعادة عندما يفشل أحد المرشحين بالحصول على أغلبية مطلقة للوصول إلى منصب الرئاسي طبعاً الأغلبية المطلقة يعني فيها نحن النصف زائد واحد بمعنى أن ليس النصف زائد واحد بالمئة بل نصف الأصوات زائد صوت واحد لنفترض مثلاً أننا نحن ستين مليون ناخب هذول الستين مليون أدلوا بأصواتهم بصندوق الانتخابات طبعاً أصوات صحيحة نحن لأنه ممكن نكون فيه أصوات ملغات يحتاج أحد المرشحين للفوز بمنصب الرئاسي أن يحصل على 30 مليون صوت زائد صوت واحد تمام 30 مليون زائد واحد زائد واحد في حال فشل أحد المرشحين بالانتخابات بالحصول على هذه النسبة تلجأ وفق هذا النظام نظام الأغلبية المطلقة لجولة إعادة أو جولة ثانية من الانتخابات طبعاً بتقررها بتركيا لهيئة العليا للانتخابات يعني نحن لحد اللحظة لساعة تسجيل هذه المقابلة لسا لم تحسم الانتخابات لكن يبدو أنه كل الخطوات بتقول نحن ماشيين على جولة إعادة ثانية صحيح؟ بحسب متعباتنا ديمة لحد ظهر اليوم الثانين تم فرز تقريباً 99 فاصلة من فاصلة كثور من الأصوات الناخبين على ما يبدو تتجه تركيا لجولة ثانية من الانتخابات بعد نص شهر طبعاً وفق الرزمانة الانتخابية رح يتحدد مسبقاً موعد الجولة الثانية هو 28 من الشهر الجاري رح يتم إعادة لكن لحد اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل المسؤولين الأتراك المعنيين بالانتخابات في تركيا من هيئة الانتخابات لم يصدر أي يفترض أنه اليوم حد الساعة خمسة يتم الكشف بشكل كامل عن كل أو يتم الإعلام بشكل كامل عن كل عن النتيجة الكاملة أو النهائية للأصوات وبالتالي طبعاً بعد النظر في حال كان في طعون أو مخالفات في بعض الصناديق أو ببعض الدوائر بعد منها تتجه البلاد ليتجه الأتراك لجولة إعادة ثانية ب28 شهر يتصير ب28 أيار طيب يعني عم نقول نحن أنه بعد التعديلات هذه المرة الأولى اللي بتوجهوا بالانتخابات الرئاسية لجولة ثانية السبب هو التعديلات اللي حصلت بال2014 اللي ذكرت طبعاً السبب هو التعديلات اللي صارت بال2014 على النظام الانتخابي ما قبل 2014 طبعاً صارت تعديلات لكن تم اعتمادها خلال الانتخابات الماضية بال2018 بعد التعديل الدستوري الثاني اللي أقرر الرئيس أردوغان عادة نظام الانتخابي المعمول فيه سابقاً بتركيا كان يتم انتخاب ممثلي الشعب اللي هنو أعضاء البرلمان وبالتالي أعضاء البرلمان هنو اللي بتولوا مهمة انتخاب أو احتيار رئيس للحكومة عشان انتقل نحن نظام السياسي عندنا بتركيا من نظام حجين أو خليط ما بين برلماني ورئاسي إلى نظام الرئاسي بالكامل جميل جداً يعني دائماً عم نشوف إبراهيم يعني أنه بالجولة الأولى كان يشترط أنه يحصل أحد المرشحين يعني للمنصب 50 زائد واحد بالجولة الثانية هو هل من الضروري أن يحصل على نسبة 50 زائد واحد مين بحقله كمان يعني سينان أغان هل هو كمان في شارك بهذه الجولة ولا لا يعني بس المرشحين اللي أخدوا أعلى نسبة من الأصوات الآن عادتاً ديما عند الذهاب إلى جولة ثانية بالانتخابات بيتم تقدم لإلى أو يذهب لإلى المرشحين الأكثر حصولاً على الأصوات يعني بحالة تركيا رح يتم توجه أردوغانوك لشتار أغلو للجولة الثانية بالانتخابات لكن النظام بشكل عام بنظام الأغلبية المطلقة وبالنظام المعمول فيه بعدد من بلدان العالم يسمح أيضاً لمرشحين آخرين بالذهاب إلى الجولة الثانية من الانتخابات فعندنا بالحالة التركية يعني يسمح الآن لأردوغانوك لشتار أغلو وحتى سينان وآن الذهاب إلى الجولة الثانية لكن مع الذهاب إلى الجولة الثانية يسقط شرط الأغلبية المطلقة بالتالي يفوز بالانتخابات في الجولة الثانية من يحصل على أكبر عدد من الأصوات بغض النظر في حال حصل على الأغلبية المطلقة أو لم يحصل جميل جداً يعني أول مرشح أنه سينان وآن ما يخد هذه الجولة لحد الآن ما في شيء محسوم لكن ربما يلجأ سينان وآن لعقد اتفاق ربما مع كليشتار أغلو أو ربما مع أردوغان أستبعد أنا أردوغان ليعقد اتفاق ربما مع كليشتار أغلو وتوجيه قاعدته الجماهيرية بالتصويت لأحد المرشحين أكيد شريحاً الداعمة أو المؤيدة لسينان وآن هنو يعني يغلب عليهم هنو من الكماليين العلمانيين ومن القوميين فسينان وآن حصل بالانتخابات حوالي 5% أو أكثر بالتالي حوالي مليونين واثمانمئة ألف صوت وهدول أكيد رح يكون قولون دور كبير بحسم مسألة الفوز بالرئاسة بالدورة الثانية لأنه أصواتهم لا يستهان بها بالأخص بحالة الاستقطاب السياسي هذا اللي عم تعيشه تركيا لأنه كل صوت أكيد رح يأثر بهذه العملية وعن نعيشها يعني كل صوت يعني من المبارح لليوم لآخر لحظة نحن ما بنعرف مين لهلأ بده ينتقل أو بده يفوز كان وهلأ الترشيحات كله على الجولة الثانية بانتظار إذن النتائج الأخيرة ويبدو أنه بنسبة 90% نحن رايحين على جولة تانية أكيد على حسب النتائج اللي ظهرت لحد اللحظة لحد اللحظة فالتركيا متجهة على جولة تانية بالانتخابات ومتمنى طبعاً للشعب التركي الخير والسلامي وأكيد للسوريين موجودين بتركيا اللي مهتمين يمكن أكتر من الأترك بهذه الانتخابات وأكيد نحن مع يعني متابعين مع كل لحظة بلحظة عبر معرفات أوريينت نتائج هذه الانتخابات نحن منتشكر زميلنا الصحفي في موقع أوريينت نت إبراهيم هايل على هذه المعلومات شكراً كتير لأهل نلقاكم ببودكاست جديد باي باي